السلام عليكم لعل الموضوع الأشهر في أيامنا هذه ما يعرف أو ما نسمع به جميعا تنظيف الكبد ديتوكس ديتوكسي فيكيشن كيف يتخلص الكبد من السموم وكيف نساعده في تخليص تلك السموم يعني موضوع كتير بهتم فيه اليوم شريحة كبيرة من الناس بتهتم بهذا الموضوع تعالوا مع بعض في هذه الحلقة القصيرة نتعرف على الكبد وكيف يتعامل مع هذه المشكلة التي يجب علينا جميعا أن ندرك خطورتها إذا لم تتم بالشكل السليم والصحيح الكبد غدة كبيرة تقريبا تزن كيلو ونصف الكيلو جرام يوجد الكبد في المنطقة اليمنى من تجويف البطن المنطقة اليمنى العلوية من تجويف البطن ولكنه قد يميل إلى اليسار قليلا يتكون من جزئين أو من فصين جزء أيسر وجزء أيمن الكبد غني جدا بالتروية الدموية يعني الدم يتدفق إلى الكبد بشكل كبير جدا خلايا الكبد خلايا نسيجها خاص خلايا كبدية أحد أشهر وأهم وظائف الكبد ما يعرف بإزالة السموم أو تخليص الجسم من السموم اللي بتدخل أجسامنا سواء كانت عن طريق الغذاء الشراب الطعام الهواء حتى عن طريق الجلد حتى يعني بأي طريق ممكن تدخل إلى أجسامنا تلك السموم أو المواد الكيميائية الضارة أو بعض أنواع الفيروسات والبكتيريا وكيف يتعامل الكبد معها في هذه الحلقة بدنا نركز على كيف نساعد الكبد نحن في التخلص من تلك السموم الكبد دائما أنا أشبهه بالآلة أو بالماكنة التي تعمل ليلة النهار ولكن يزيد عملها أثناء أو بعد تناول الطعام والشراب أي آلة بتستخدمها اليوم ممكن أنت بعد ما بتستخدمها يوم أو يومين أو ثلاثة بتحتاج إلى تنظيف بتحتاج إلى تعقيم بتحتاج إلى تطهير لعل التسمية فضفاضة شوية تطهير أو تعقيم أو تنظيف الكبد ولكن حقيقة الكبد يحتاج مننا إلى مساعدة لأن الكبد عضو هام جدا في أجسامنا لا يمكن تعويضه لا يمكن تعويض الكبد بغدة أخرى تقوم بمهام الكبد وظائف الكبد عديدة لكن أهم موظفتين اللي حنتكلم عنهم كيف يتخلص الكبد من السموم وكيف ينتج أو اللي هي الوظيفة التانية انتاجه وتصنيعه لما يعرف بالعصار الصفروية في عجالة العصار الصفروية يعني ما اللي احنا بنسميها الصفراء بتفرز من الكبد وتخزن في الحويصلة المرارية أحد أهم موظيفها هو عملية تحطيم وتكسير الدهون وجعلها على شكل مستحلب دهني طبعا ما بيكسرها أو ما بيحطمها حتى النهاية ولكن يجعلها قابلة للتعامل في الجهاز الهضمي يعني الجهاز الهضمي بيقدر يتعامل معها بعد هيك وهي على شكل مستحلب دهني طبعا هنتكلم بعدك شوية عن كيف يتم امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون معروفة الفيتامينات زي فيتامين A وD وE وK كل هذه فيتامينات ذائبة في الدهون لو لا وجود الدهون المذابة بفضل العصار الصفروية التي ينتجها الكبد لما تمت هذه العملية لكن حديثنا الآن عن تنظيف الكبد من السموم عندما يتعرض الكبد إلى مشكلة أو تلف ما أعراض الكبد أو أعراض مشاكل الكبد تكاد تكون مبهمة غير واضحة بشكل كبير ولكن قد يظهر بعد فترة وجود ما يعرف باليرقان أو الإصفرار إصفرار الجلد إصفرار العين إصفرار الأغشية الأخرى قد يعاني الإنسان من ألم في البطن ولكن الألم معالمه غير واضحة ألم يعني منتشر ألم في الجانب الأيمن أحيانا يتركز في الجانب الأيمن ولكن هذا الألم قد لا يكون شديدا وبالتالي قد لا يبحث المصاب بمشكلة في الكبد لا قدر الله عن الطبيب لا يبحث عن الاستشارة الطبية لأن الألم يعني يستطيع تحمله مشاكل الكبد قد ينتج عنها الغثيان الشعور بالغثيان بالذات في وقت الصباح أو حتى في بعض الحالات القيء قد ينتج عن مشاكل الكبد الحكة وإحمرار كف اليد كف اليدين يصبح محمرا قليلا ويصاب بحكة طبعا بفعل تراكم ما يعرف بالمادة الصفراء واللي فيها بتحتوي على عنصر أو مادة البيلاروبين من مشاكل الكبد تورم الساقين كتير من الناس بتورم القدمين عنده بالذات في الصباح وفي آخر النهار وهذا التورم بكون صحيح خفيف لكنه القلب لديه سليم والكلة سليمة ولا يبحث عن مشاكل أخرى قد يعاني مريض الكبد من شحوب لون البراز والبول بكون العكس بكون داكن لون البول بكون داكن يميل إلى الصفرة المعتمة أو إلى الحمر قليلا لون معتم لون البول من مشاكل الكبد العشاء الليلي ما علاقة العشاء الليلي ما علاقة البصر في الكبد أنا حقولكم إياها بشكل مختصر وسريع جدا فيتامين A اللي بيسبب نقصه في الجسم بسبب العشاء الليلي كيف يمتص فيتامين ذائب في الدهون لولا الدهون اللي بنتناولها والعصارة الصفروية هي اللي بتساعد على امتصاص هذا الفيتامين اللي بنتناوله من خلال الغذاء والطعام المختلف لولا وجود المادة الصفرة التي تذيب الدهون لما حصل له امتصاص وبالتالي نقص فيتامين A قد يساعد على العشاء الليلي ولكن نقص فيتامين A ممكن أنت بتتناول كل الغذاء اللي بيحتوي على فيتامين A ولكن السبب قد يكون نقص العصارة الصفروية بسبب خلال في الكبد والعصارة الصفروية هي اللي بتساعد على هضم أو تكسير الدهون زي ما حكينا قبل شوية وبالتالي احنا بننعرض أجسامنا إلى خلال في البصر ليس فقط العشاء الليلي كما ذكر سابقا ولكن حاليا ضعف البصر بشكل عام لأن هذا الفيتامين مهم جدا لحدوث أو لعملية الإبصار من المشاكل اللي بيواجهها الكبد مشكلة كتير من الناس بيقول لك أنا والله عشائي يا دكتور الفاكهة أنا بتناول الفاكهة فقط معلومة خطيرة للغاية وأنا بعتبرها هذه هي المعلومة المهمة في هذه الحلقة المعلومة بتقول أنه إحنا بنتناول كثير من الكربوهيدرات بنتناول الخبز بنتناول الأرز بنتناول البطاطس بتحتوي على كربوهيدرات نسبة عالية وبنتناول السكريات للأسف بنسبة أيضا عالية كل السكريات والكربوهيدرات بتتحول في أجسامنا إلى إما سكر على شكل جولوكوز أو على سكر الفراكتوز اللي أصلا احنا بناخده كمان من الفاكهة طيب خلايا أجسامنا كلها بتتعامل مع الجلوكوز وعن طريق الإنسولين بدخل الجلوكوز إلى الخلية والخلية بتتعامل معها ولكن سكر الفراكتوز الوحيد في أجسامنا اللي بتعامل معاه هو الكبد يعني أنت قدش بتتناول سكر الفراكتوز العضو الوحيد اللي بتعامل معاه الكبد وبالتالي أي خلل في الكبد سكر الفراكتوز قد لا يصبح كعنصر مهم يستفيد منه الجسم لأنه الكبد في حالة إعياء في حالة تلف طب ما العمل؟ العمل أول شيء أنه أنا بدي أصحح المعلومة الخاطئة عند كثير من الناس أنه أنا عشائي فقط الفاكهة قبل هيك حكينا يمكن وكثير قالوا لي يا دكتور يعني ممنوع تناول أي طعام بعد الغروب ياريت نوقف هذه العادة حتى لو كان فاكهة لا تكثر من أكل الفاكهة ما تجعلش صحن الفاكهة المشكل وأنواع كثيرة من الفاكهة اقتصر على نوع واحد في اليوم وحبذها لو كان في ساعات النهار سكر الفراكتوز إذا كان الكبد في مشكلة ضعيف يتكون على شكل دهون ويتراكم حتى لو كنت نحيف المشكلة ليس لها علاقة بالسمنة هنا في هذا الموضوع تحديدا حتى لو كنت نحيف وتتناول الفواكه بكثرة أو سكر الفراكتوز فإن الكبد هو الذي يتعامل معها طب الكبد في مشكلة حتى تراكم على شكل دهون في الكبد وهنا ينشأ ما يسمى بالكبد الدهني والكبد الدهني مآلاته خطيرة الكبد عبارة عن مستودع للدهون بيأخذ حسب طاقته طب بعد هيك وين الدهون بدها تروح بدها تروح على البطن عشان هيك الناس اللي بتعمل حمية غذائية بتواجه احيانا مشكلة في إنقاص الوزن الحمية بتظهر على الكبد في الداخل بتخلصك من الدهون الضارة اللاصقة والمتراكمة على الكبد وبعد هيك بتعاني أو بتلاحظ موضوع اللي هو الشعور بهبوط الوزن وإن الحمية جابت نتيجة بعد فترة وكثير من الناس بيأسوا من هذا الموضوع لأنه لا تظهر عليه الحمية في شكله الخارجي ولكن تظهر في البداية وين في الكبد إذن سكر الفركتوز مهم جدا أنه إحنا انحيده قليلا لأنه بيتعب الكبد لأنه الكبد هو العضو الوحيد اللي بتعامل معاه طيب بعد هيك الكبد إذا تشمع كتير مصطلح بنسمع تشمع الكبد تشمع الكبد من الحالات الصعبة والخطيرة واللي مآلاتها قد تؤدي إلى ما يعرف بفشل الكبد فشل الكبد قد يؤدي إلى الغيبوبة الكبدية غيبوبة كبدي نعم يصبح الإنسان في حالة غيبوبة بسبب خلل أو عدم قدرة الكبد على أداء مهامه كيف نساعد الكبد على تنظيف نفسه من السموم ومن هذه المخلفات سواء كانت دهون أو غيرها أحد أهم وظائف الكبد تصنيع البروتين البروتينات البروتينات الدم كتير مهمة لو لا البروتين إحنا في حالة هزل وضعف وإعياء عام الكبد بيساعد على تخزين كتير من أنواع الفيتامينات والحديد عشان هيك الكبد دايما إيش مليانة مليانة حديد وإحنا أي واحد عنده ضعف الحديد بنقوله والله يعني كويس لو أنت تناولت الكبد الكبدك سواء كانت كبدة الحيوانات المختلفة يعني الخروف العجل كل هذه كبدة الدجاج كلها مهمة جدا لأنها بتحتوي على نسب عالية من الفيتامينات وتحديدا الفيتامينات الذائبة في الدهون والفيتامين بي 12 إذا أنتوا فكرين حلقة بي 12 اللي حكينا فيها إذن الكبد مهم جدا أحد أهم الوسائل اللي إحنا بنساعد فيها الكبد هو تناول الخضار وتحديدا الخضار الورقية أولى تلك الخضروات إحنا بنسميها الخضار القرنبيطية اللي هي القرنبيط الزهرة الملفوف البروكلي الأوراق الخضراء مثل البقدونس السبانخ كل هذه بتجيب نتائج كتير كويسة كتير من الناس الجرجير كتير من الناس اليوم بيتناول تلك الخضار مش شرق ممكن يتناولها مطبوخة على البخار يتناولها كسلطات ممكن يتناولها كعصائر نعم كعصائر بتم عصرها وبتناولها طبعا الاكثار كل شيء باعتدال الاكثار منها أيضا غير محبب وغير محبذ ولكن ممكن تتناول يعني كميات طبيعية لا تضر جسمك فيها كتير لأنه بعض تلك الخضار قد يعني هي لا تضر بمعنى الضرر الطبي أو الصحي ولكن قد تحدث لديك أمورا أو أعراضا غير مرغوبة يعني ممكن تحدث إسهال وهذا طبعا غير مرغوب فيه إذا تناولتها بكثرة طيب الشيء الثاني اللي ممكن يحسن وظائف الكبد وننظف فيه الكبد من هذه السموم العالقة تناول بعض أنواع المكسرات تحديدا ما يعرف بيه اللي هو الجوز أو عين الجمل عين الجمل واللوز بيحتووا على مادتين مهمين جدا أو بنسميها لغلوتاثيون عنصر مهم جدا أو هو مجموعة من ثلاث أحماض أمينية من أقوى مضادات الأكسدة عشان هيك تناولها بيساعد الكبد بكميات معقولة طبعا من الحاجات اللي بتساعدنا في تنظيف الكبد هو تناول الطعام الدهني والبروتيني والله هادي كتير يا دكتور يعني أنت هيك زودتها معنا الدهون مهمة جدا للكبد على عكس الكربوهيدرات والسكريات الكربوهيدرات والسكريات أذى وضرر وتلف أنا يمكن دائما بقول أعداء الكبد أربعة أولى تلك الأعداء السمنة الناتجة عن السكر السكريات وأولى يعني تلك السكريات سكر الفراكتوز اللي حكينا عنه والعدو التاني للكبد هو العلاجات والأدوية اللي بنتناولها قديش أنا بأخلص أو بساعد نفسي في التخلص من كثير من الأدوية حتى الباراستامول سمية الباراستامول في أجسامنا أكثر شيء بتكون على الكبد إذا تناولت الباراستامول وهو علاج الكثير بيتناوله لارتفع درجة الحرارة للصداع ليه 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 يعني هيك أنا لازم أكون حذر في تناول الأدوية عدو ثالث للكبد يعني معروف اليوم الفيروسات كتير بنسمع فيروسات الكبد الوبائي A و B و C و D و E و Non A و Non B كل هذه الفيروسات قد تصيب الكبد بالتلف والضرر لازم أنا أحيد أنتبه لنفسي النظافة الشخصية مهمة جدا في الوقاية من تلك الفيروسات طبعا من الأعداء أو العدو الرابع وآخر عدو هو الكحول يعني الكحول من الأمور الخطرة جدا على الكبد وطبعا يمنع تناول الكحول بشكل مطلق لأنه أثاره مدمرة على الكبد 50% من مرضى الكبد في الولايات المتحدة على سبيل المثال وفي بعض دول أوروبا يصابوا بما يعرف بتشمع الكبد ومشاكل الكبد وطلب الكبد بسبب تناول أو الإفراط في شرب الكحول آخر حاجة بتدحكة في موضوع كتير مهم ظاهرة التثدي كبر حجم الثدي عند الرجال اليوم للأسف يعني ظاهرة أصبحت موجودة ومنتشرة ليش بتصير هذه الظاهرة؟ هرمونين اثنين الهرمون الأول الاستروجين أي ارتفاع في هرمون الاستروجين بالذات عند الرجال بعد سن الأربعين أو يعني الخمسين نقول قد يحدث ظاهرة منتشرة جدا ظاهرة التثدي كبر حجم الثدي عند الرجل وظاهرة مزعجة وغير لطيفة وكتير من الناس اليوم بعانوا منها بسبب ضعف أو مشكلة في الكبد كبد دهني الكبد في حالة إعياء في حالة مرض في حالة اعتلال يجب أن أبحث عن السبب وأساعد الكبد في تنظيف نفسه حتى لأن الكبد في الوضع الطبيعي هو اللي بيخلصني من الكمية العالية كمية الاستروجين العالية هرمون آخر بيخلصني منه الكبد ألا وهو هرمون الكورتزول هرمون الغضب هرمون التوتر هرمون الانفعال الهرمون اللي ارتفاع ممكن يسبب لي مشاكل كتير ارتفاع ضغط دم وجلطات واواوا طيب أنا الكبد في حالة إعياء ما بيقدر يخلصني منه الكبد هو الذي يخلصني من زيادة هرمون الكورتزول وبالتالي يجب أن يكون أو أنا يجب أن أحافظ على صحة وسلامة الكبد أخيرا الكولين ينتمي إلى عائلة فيتامين بي من أروع المواد أو العناصر الغذائية اللي بتساعد الكبد على طرح السموم وعلى طرح ما لديه من مخلفات الكولين موجود في صفار البيض موجود في اللحوم موجود في الكبد لازم أنا أتناول هذه الأمور ما بنفع أقول والله ما بدي أتناول لأني ما بحب صفار البيض ما بحب البيض المسلوق ما بحب أتناول الكبد ما بنفع لازم أنا أتناول هذه الأمور لأنها تساعد الكبد على التخلص من هذه السموم الميتوثنين حمب أميني كبريتي يعتبر الحمض الأميني الأول في تصنيع أي بروتين في أجسامنا أي بروتين حتى بروتينات بلازمة الدم اللي هي مهمة جدا لأجسامنا هذا الحمب نقصانه بيضعف وبيضر الكبد بشكل قوي لازم أنا أتناول لحوم الأبقار لحوم العجل لحم العجل موجود فيه هذا الحمب الميتوثنين مهم جدا في مساعدة المريض اللي بيعاني من الكبد اللي الدهني إنه يتخلص من الدهون المتراكمة على الكبد آخر شيء لغلوتاثيون يمكن هذا اسم جديد لكن كتير من الناس بدأت تبحث عنه لغلوتاثيون عنصر مهم جدا هو حمب بتكون من ثلاث أحماض أمينية أقوى مضادات الأكسادة يساعد يساعد الجسم أو الكبد على التخلص من السموم كيف ممكن أقدر أحصل عليه؟ يمكن حكينا عن الجوز أو عين الجمل تحتوي اللوز نفسه بيحتوي بعض أنواع المكسرات بتساعدني كتير في التخفيف من أعراض تسمم الكبد وبالتالي أنا بأساعد في تنظيف الكبد بتلك الخطوات السهلة البسيطة تمنياتي بالسلامة للجميع ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة محدثكم الدكتور نمر دلول على استعداد للإجابة على أي سؤال أو استفسار يتعلق بهذا الموضوع أو أي موضع أخرى حتى حبينا نحكي فيها تحياتي لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكم